الطالبة المتسابقة ني لار وين من دولة مانيمار وتقرأ برواية حفص عن عاصم على بركة الله نبدأ السؤال الأول فضل بعض الاستعاذة والبسملة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجلوده بويا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين السؤال الثاني ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاكبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا أكملي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في وفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم حسبك السؤال الثالث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق أفمن حق كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية قشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد حسمك حسنتي وبارك الله فيك